في إطار مكافحة الإرهاب تمكنت قوتنا المسلحة من تحييد ثلاثين إرهابيا وتوقيف مائتين وثلاثة وعشرين عنصر دعم وكشف وتدمير عشرة مخابئة كانت تستعمل من قبل الجماعات الإرهابية مع استرجاع ست وعشرين قطعة سلاح الناري وثلاثة وعشرين قنبلة تقليدية الصنع بالإضافة إلى كمية من الذخرة وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ضاعفت مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي جهودها الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا حيث تم توقف ألف واربعمائة واثنين وثلاثين تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال مائة وستة وسبعين قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وحدز مائة وتسعة وعشرين كيلوغراما من مدة الكوكايين وأحد عشر مليونا وسبعمائة وستة وعشرين ألفا وتسعمائة وثمانية وثمانين قرصا مهلوسا كما شملت هذه العملية المنظمة والمنسقة توقف ستة آلاف وستة وعشرين شخصا وضبط ثمانمائة وستين مركبة وألفين ومائة وأربعة وستين مترقة الضغط وثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وثمانين مولدا كهربائيا ومائة وستة وخمسين جهاز كشف عن المعادن وستة وثمانين طنا من خالط الذهب والحجارة كما تم حجز ثلاثمائة وستين بندقية صيد ومليون وستة وتسعين ألفا ووحد وعشرين لترا من الوقود ومائة وأربعة أطنان من مدة التبغ بالإضافة إلى ألفين وثلاثمائة وسبعة أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة وهذا خلال عملية متفرقة عبر التراب الوطني من جهة أخرى أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وثلاثة وسبعين مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسية مختنفة عبر التراب الوطني اشتركوا في القناة